السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتكلم عن صيغة الصلة في اللغة التركية اللي رح نستخدم فيها اللاحقة دك اللي رح يتصل بها لاحقة الضمير الشخصي فها رح تتحول الكيل الخاصة بدك إلى يوم وشكي فتصبح د د التركيبة هتكون نوضع الفال زائد اللاحقة دك زائد لاحقة الضمير او لاحقة الملكية او لاحقة الاضافة اللي هي مضاف ومضاف اله نعطيكم مثال على المضاف ومضاف اله مثلا نقول لك يبتنزن انامي يبتنزن انامي يعني اهمية افعالكم يبتنزن هنا المضاف اليه انامي هو المضاف يبتنزن يعني الذي فعلتموه او ما فعلتموه عنا جذر الفعل يب زائد اللاحقة بك لماذا تغيرت الى هذا الشكل اول شي الد اصبحت ت لماذا لانه كلمة يب انتهت بحرف ب وهذا الحرف هو احد احرف في استكتشها لهذا الد رح تغير الى ت اما بالنسبة للحرف الصوتي اه فلماذا اخترناه هنا اه لانه اه كلمة يب اخر حرف الصوتي فيها هو حرف ا انتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي فراح تعطيني اه وقلنا انه اه بعد هذا اللاحقة نوضع لاحقة الضمير الشخصي انا تكلمناه عن اه سيز فراح نوضع انز لتصبح يبطنز يعني ما فعلتموه او الذي فعلتموه اهنا اه اذا لاحظتوا اللي كي تحولت الى يوم شكي لماذا لانه اتى بعدها لاحقة تبدأ بحرف صوتي اهنا تدخل اه قاعدة كيتشوب اللي تكلمنا لها من قبل راح تظهر لكم الان في البطاقة فالان نضيف لها لاحقة المضاف اليه اللي هي ان وهذا اللاحقة اذا تغيرها لحسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي اه احنا مش رح نتكلموا لها اه الدرس الخاص بها راح يظهر لكم الان في البطاقة اه فوق في الفيديو اهمية ما فعلتموه او اهمية الذي فعلتموه وهذا اللاحقة ترجمتها اه مثلا الذي او التي او الذي فعله او عندما فعله الى اخره او او قد او ثم او 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 الذي فعلتمه ياب هو أتى من مصدر ياب مك هنا فقط جذر الفعل عندي ضفنالو د هنا جذر الفعل انتهى بحرف ساكن لكن انتهى بأحد أحرف فتحولت الدي إلى ت لتصبح ت لماذا وضعنا ت ولم نضع ت أو تو لماذا اخترنا هذا الشكل جيد جدا لأنه كلمة ياب آخر حرف صوتي فيها هو حرف أ فوضعنا ت بعدها وضعنا لحقة ضمير بيس وهي أنا راح نضعكم جميع اللواحقة أو ايه اللواحقة الضمائر راح نوضعها لكم في صندوق الوصف هي نفس لوحقة ضمائر الملكية جملة أخرى مثلا نقول لك استدين مجوهر لرعض استدين مجوهر لرعض يعني خذي المجوهرات التي تشاءين أو التي تريدين فعندنا استدين استدين يعني ما تريد أو الذي تريد هنا عدنا الفعل استمك هنا وضعنا فقط الجذر الفعل است لهو من مصدر استمك وضفنا له لاحقة د هنا وضعنا د لماذا لأنه آخر حرف صوتي فيه كان حرف ا فبطبيعة الحال رح نوضع ا لأنه تبعنا قائد التوافق الصوتي الرباعي وبعدها نوضع لاحقة الضمير هنا تكلمنا عن سان أو مع سان فرح نوضع لاحقة إن لتصبح استدين استدين يعني ما تشاء أو الذي تشاء الذي تريد أو مثلا جملة أخرى نقول لك بني نهالي دوشج دوني باك بني نهالي دوشج دوني باك انظر إلى الحالة التي أوقعتني فيها كل هذا الجمل اللي راني نمدلكم فيها يعني نستخدمها بكثرة في اللغة التركية أو في الحديث فقلت هنا دوشج دوني دوشج دوني دوشج دوني يعني التي أوقعتني فيها فدوشير ماك هو التوقيع أو أنه مثلا شخص يوقع شخص آخر بمعنى يوقع وليس التوقيع اللي هو الإنضاء وهنا ضفنا اللاحقة دو لماذا أصبحت دو؟ لأنه جذر الفعل انتهى بحرف او لهذا تبعنا قاعدة التوافق الصوتي الربعي فبطبيعة الحال راح تعطينا او فضفنا لاحقة الضمير الثان ايضا هنا لاحقة الضمير بطبيعة الحال راح تتغير على حسب آخر حرف الصوتي في الكلمة مثلا هنا عندي دوشج دو آخر حرف الصوتي فيها كان او فانتبقى قاعدة التوافق الصوتي الربعي أيضا تعطيني او يعني يبقى نفس الحرف اللي وضحته في اللاحقة دو يبقى نفسه نضعه في لاحقة الضمير الشخصي فأصبحت دوشج دون دوشج دون يعني التي أوقعتها وفي آخر الكلمة ضفنا حرف آ اللي هو حرف الجر إلى لتصبح دوشج دون دوشج دون يعني التي إلى التي أوقعتني إلى التي أوقعتها وكيف عرفت أنه أنا أوقعتني أنا لأنه يوجد في بداية الجملة بني بني دوشج دون التي إلى التي أوقعتني نهال يعني الحال التي أوقعتني فيها مثلا نقول لك بو يبطن ترك ينلش بو يبطن ترك ينلش هذا الذي فعلته خاطئ جدا بو يبطن يعني الذي فعلته يب أتت من مصدر يبماك ضفنا ت لماذا؟ هنا تغيرت الت لأنه أتا قبلها حرف بي وهو أحد أحرف في استكتش شهب يعني نفس الجملة اللي تكلمنا عليها في الأول يبطن نس جملة أخرى راني نحاول نعطيكم الجمل اللي تستخدموهم بكثرة مثلا نقول لك سانا بارديم بارا سانا بارديم بارا بمعنى المال الذي أعطيتك إياه فارديم الذي أعطيته هنا عمنا جدر الفعل فار من مصدر فارملك اللي هو العطاء أو الإعطاء ضفت له اللاحقات دي أنا مثل ما قلت في الأول أنه كانت دك ولما تتصل بها لاحقات الضمير فلاحق الضمير تبدأ بحرف صوتي فالكي راح تتغير إلى يوم وشاكي وهذا على حسب قاعدة كيتشاب اللي راح تظهر لكم الآن من فوق في البطاقة وتلقاوا أيضا الرابط في صندوق الوصف وضفت لاحق الضمير بان اللي هي إن لتصبح بارديم بارديم يعني الذي أعطيته أو التي أعطيته وكيف عرفت أنه أعطيتك يعني أنت سان لأنه في بداية الجملة يوجد سانا سانا بارديم مثلا نقول لك أل دم كتاب أل دم كتاب يعني الكتاب الذي أخذته فأل دم يعني الذي أخذته عنا أل من مصدر أل ماك اللي هو الأخذ ضفنا له اللاحقة دك تغيرت إلى د لماذا؟ لأنه نتصل بها اللاحقة الضمير الشخصي اللي هو بان أل دم يعني الذي أخذته ولو نقول أل دم أل دم يعني نحذف الكه أو اليوم شقه تصبح أخذته لكن أنا أريد الذي أخذته أل دم الذي أعطيته فارديم الذي جاء قال دي الذي ذهب جدتي إلى آخرة مثلا نقول لك بالمديميز شيلار بالمديميز شيلار بالمديميز شيلار يعني الأشياء التي لا نعرفها أنا راهي في النفي قلت بالمديميز يعني التي لا نعرفها لم أقل بالديميز بالديميز يعني التي نعرفها فكان عندي جدر الفعل بيل اللي أتى من مصدر بيل مك اللي هو المعرفة بعدها مباشرة وضعت أداة النفي م فتصبح بيل م ضفت لها مباشرة لاحقة ديك أصبحت دي لأن تصل بها ضمير شخصي يبدأ بحرف الصوتي فعندنا لاحقة ضمير بيز بيز بالمديميز يعني التي لا نعرفها